موسيقى السلام عليكم وعلا بكم إلى نشرة السادسة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين تواصل التنصيق بين قبلتين التبؤل الزمان في سبها لتنفيذ بنود اتفاق تهديئة الموقع بينهما ورجان من القبلتين تشرف على انسحاب الأطراف المتنزعة على تمركزاتها السابقة ديوان المحاسبة يعنن أن عام 2016 شهد تحقيق أدنى إرادات للدولة الليبية ويصف السنة الماضية بأسوأ الفترات التي مرت بها البلاد عاقيل صالح يتهم المجلس الرئاسي بالاستقواء على السلطة التشعيعية بالدول الداعمة له والأعضاء المقاطعون لمجلس النواب يطالبون رئاسة البرلمان بأحداث إصلاحات جذرية قال أحد عيان قابلة التابو محمد صندو إن لجان العمل الميدانية من قابلتي الأسيمان والتابو ستجتمع مساء اليوم للإشراف على عملية انسحاب الأطراف المتنازعة في سبها من مواقعها التي سيطرت عليها مؤخرا إلى تمركزاتها السابقة وأضف صندو في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن التنصيق بين القابلتين ما زال مستمرا وبشكل مباشر من أجل تنفيذ كافة بنود الاتفاق الأخير منوها إلى هدوء الأوضاع وعودة الحركة بشكل شبه طبيعي إلى شوارع مدينة سبها وفد أحد أعضاء قابلة التابو محمد صندو في نشرة سابقة باستقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة التدريجيا إلى مدينة سبها مضحا أن لجنة التهدئة تواصل مساعيها لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين قابلتي التابو الأسيمان في تفاهم كامل ما بين القابلتين من أجل الرجوع بالوضع إلى قبل أحداث الأخيرة وكل الطريقين أو القابلتين مستمعين ونفي تواصل مع المجان ببعضها ويعملون على ساس أن يرجعوا بالوضع إلى ما قبل الأحداث الأخيرة ومن ثم انتلاق مسيرة المصالحة الدائمة في تمنهنت أكد الناطق باسم الكتيبة 201 مشاتة ولد سالم استمرار تحليق طائرات مجهولة الهوية فوق قاعدة تمنهنت منذ صباح اليوم ورجح سالم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تكون مهمة هذه الطائرات تصوير مواقع القوات التابعة لحكومة الوفاق موشيرا إلى هدوء الأوضاع الميدانية في المنطقة منذ يوم أمس أعلن ديوان المحاسبة أن عام 2016 شهد تحقيق أدنى إرادات للدولة الليبية حيث لم تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات وستمائة مليون دينار وأضاف ديوان المحاسبة في تقرير له أن مصاريف العام الماضي وصلت إلى حوالي 30 مليار دينار ما أدى إلى عجز قدر بحوالي 21 مليار دينار وأوضح التقرير أن قيمة الفاقد في كميات إنتاج النفط مذو بداية إقفال المواني والحقول النفطية عام 2013 بلغ أكثر من 107 مليارات دولار بإجمالي كمي يقدر بمليار ونصف المليار برميل 2016 من أسوأ الفترات التي مرت بها ليبيا توصيف من ديوان المحاسبة لطبيعة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة والمواطن على حد سواء ديوان المحاسبة أعلن أيضا أن العام الماضي شهد تحقيق أدنى إرادات للدولة الليبية حيث لم تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات وستمائة مليون دينار مضيفا أن نفقات 2016 قدرت بحوالي 30 مليار دينار ما أدى إلى عجز بحوالي 21 مليار دينار كما أوضح التقرير أن الإرادات الفعلية للأعوام الخمسة الماضية بلغت 167 مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق الفعلي 224 مليار دينار منوها إلى أن قيمة الفاقدي في كميات إنتاج النفط منذ بداية إغفال الموانئ والحقول النفطية عام 2013 بلغت أكثر من 107 مليارات دولار بإجمالي كمي يقدر بمليار ونصف المليار برميلة وبخصوص مصرف ليبيا المركزي أضف التقرير أن المصرف استعمل ما قيمته وعشرة مليارات دينار من الاحتياطات خلال العام الماضي إلا أن ذلك لم ينعكس على احتياطاته بالخارج كونه قام بخصم 15 مليار دينار من الاحتياطي المجنبي لصالحه منوها إلى أن خصم المبالغ المجنبة أدى إلى ارتفاع أرصيدة احتياطات المصرف المركزي بأربعة مليارات دينار وإلى انخفاض قيمة الموجنبي من 17 مليار دينار عام 2015 إلى ملياري دينار عام 2016 وفي هذا السياق أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى ارتفاع الدين العام في حسابات الترتيبات المالية بمصرف ليبيا المركزي ليبلغ أكثر من 46 مليار دينار مع نهاية العام الماضي ديوان المحاسبة أشار في تقريره السنوي للعام الماضي إلى أن وجود ثلاث حكومات على الأرض ممثلة في الوفاق والإنقاذ والأزمة تسبب في ضياع الأموال نتيجة تحمل الدولة الليبية لمصاريف هذه الحكومة وما يتضمنه ذلك من نفقات تسييرية ومرتبات ومزايا للمسؤولين كما أفادت تقرير بأن هناك أطراف داخلية وخارجية استغلت ظروف الحالية التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب على حساب مقدرة الوطن وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصرة عمر زرموحة في نشأة سابقة أن الانخفاض في موازنة الدولة إلى ثمانية مليارات وستمائة مليون دينار مرتبط بالتدني في إرادة النفط وغياب الدولة فضلا عن عدم اعتماد ميزانية لعام 2016 العجز أو الفائض في الميزانية في عام 2012 كان فيه فائض 21 مليار ثم في عام 2013 وهي بداية الأزمة في أواخرها مشكلة العددات معروفة 10 مليار بالسالب ثم 22 مليار بالسالب ثم 25 مليار بالسالب ثم في عام 2016 21 مليار بالسالب وهذا كل عجز في الميزانية العامة للتعليق حول تقرير ديوان المحاسبة معنا عبر سكاي من جريفة الباحث في أشان الاقتصادي رجب خليل سيد خليل عام 2016 شهد عجزة ماليا قدرة بحوالي 21 مليار دينار إلى أي مدى تضع هذه الخسائر ليبيا في وضع اقتصادي حرج بالفعل الوضع حرج بالنسبة الاحتياطات للدولة حيث على السنة الثالثة على التوالي تصدر بيزانيات أو ترتبات مالية بالعجز بلغة جماليها حسب تقرير ديوان 48 مليار لسنة 2016 وحدها 20 مليار هذا كله ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام نتيجة الأسباب التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة والتي يعرفها كل الليبي نتيجة الانقسام السياسي والانفلات الأمني الذي أدى إلى حثمان الدولة من إيراداتها وموردها سواء كانت في المصدر الوحيد لهو النفط أو حتى إيرادات الضرائب والجمارك هذا أمر طبيعي طبعا أتد تقرير ديوان في 624 صفحة تم التركيز فيها العديد من القطاعات ولكن ما لفت انتباهي في التقرير هو ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي والواضح من خلال التقرير برضو غياب الحكومة المركزية وغياب الدور الرئيسي للسلطة التشريعية سبب غيابها أو عدم قيامها بواجبها في اعتماد حكومة المجلس الرئاسي أو الاتفاق السياسي أدى إلى حتى صراع المؤسسات أو الكيل للمؤسسات الاتهامات التقصير لبعضها البعض أعتقد أن مغاردة في التقرير يعكس بشكل بسيط مدى الدمار ومدى محلة في البلاد ومؤسساتها واقتصادها من خراب ومدى ولم يعكس بشكل دقيق حيث أن الديوان واضح من خلال تقريره لم يتناول بشكل دقيق أو يطرع بشكل دقيق على حسابات الحكومة في البيضة وهذه وهي أيضا فيها العديد من المخالفات أو التجاوزات نتيجة ظروف العمل أو الظروف التي تمر بها البلاد أيضا كان في التقرير التركيز على الفساد المصرفي وعدم قيئة أو الخلل في قيام المصرف المركزي بواجباته واستخدامه للإحتياطيات المجنب الذي حصل لتقرير الديوان المصرف هو مؤتمن عليها ولا يقوم بإدارتها وخصمه لـ 15 مليار لتغطية المصرفات الميزانيات في السنة السابقة حسب مؤورده في الديوان هو ليس من مختصصات المصرف المركزي لكن الغياب والصراع السياسي بين الحكومات مكن المصرف المركزي من استخدام سلطته على الحسابات الموجودة لديه لكن ممكن ما في قراءة ليعكسوا هذا التقرير الآن المصرف المركزي أو الاعتمادات المستندية هي المعقل الأخير للمتنفعين واللصوص جففت كل المنابع نتيجة عدم وجود حكومة ليس هناك تعاقدات إنشائية وليس هناك توريدات حكومية وبالتالي أتت الحملة أو أتت تقل كل الفاسدين أسف على التعبير لتجهل المصدر الوحيدة التي مزالت به الأموال وهو المصرف المركزي وبالطبيعي أن يتعرض المصرف المركزي للمتعد النقد أو تكون هناك بعض التجاوزات والأخطاء بحسب تقرير الدوان فإن الإرادات الفعلية للعوام الخمسة الماضية بلغت 167 مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق الفعل 224 مليار دينار الفارق في القيمة بين الإرادات والصادرات عن ماذا يكشف برأيك يكشف عن الشلل التي شلل التام التي تعنيه مرافق الدولة الميزانية خزانة الدولة لم تأتيها المورد المتوقعة أو المطلوبة بينما هناك حسب موردة في التقرير هناك انخفاض في الإرادات وانخفاض في المصرفات لكن لم يكن انخفاض المصرفات مواكب أو موازي مع انخفاض الإرادات مما سبب هذا العجز وهذا العجز المتراكم لسنوات الثلاثة الماضية سوف يكون أنا أعتقد أن الوضع مازال كاريتيا لسنة 2017 لأنه مازالت نفس المشاكل ونفس وطيرة الصرف ونفس التدني الإرادات وضحت الصورة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب من جنيف البحث في أشياء الاقتصادي رجب خليل اتهم رئيس مجلس نواب عقيل صالح المجلس الرئيسي بالاستقواء على السلطة التشعيعية في ليبيا بالدول الداعمة لا حسب وصفه ونقل الموقع الرسمي لمجلس نواب عن عقيل صالح قوله قلال لقاء جمعه بمشايخ وعيان قبائل المرابطين والأشراف والعريبات والبرغثة بمدينة القبة إن اقتراح فايزا سراج لترأس المجلس الرئيسي كان مفاجئا بالنسبة لمجلس النواب كما أنه لم يكن ضمن قائمة المرشحين الصادرة عن المجلس صارا للاحتراظات وصارا للمشاكل وماتوا ناس في بنغازي احتراظ على هذا المسمى الجديد الجمعة كانوا مستقويين علينا الحقيقة بالأجانب بالصدق يعني كوبلر يقول سمعتوا أن يقول هذا الجسم هذا ما استحقش ثقة من مجلس النواب ومرة يقولون لازم تعظم الثباب وبكل شجاعة وبدعمك وقيلت المندو أمريكا والنواب حضرين كلمة يجب من أسمحش من حد إلا من الليبيين قال عضو مجلس نواب صالح فحيمة إن لجة مكونة من أربعة عضاء ضمنت مطالب نواب المقاطعين لجلسات البرلمان لتعرضها على مكتب رئاسة المجلس الأسبوع القادم وأضح فحيمة في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن المطالب تنص على أربع نقاط أولها يحدث إصلاحات جذرية والنظر في إمكانية إقالة مكتب رئاسة البرلمان وثانيها إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية لعمل مجلس نواب تسمح بالتعديل فيها بالرجوع لنواب ونقل الجلسات لمدينة بنغازي امتثالا للإعلان الدستوري والتعجيل بانتخاب محافظ مصف ليبيا المركزي ونائب نشتنا متواصلة وفيها رغم الحصار المفروض عليها درناء مدينة الورد والحناء تعبق برائحة اليسامين في موسم جني الظهور تواصل التنسيق بين قبلتين التبول السيمان في سبها لتنفيذ بنود اتفاق التهديئة الموقع بينهما ولجان من القبلتين تشف على انسحاب الأطراف المتنازعة لتمركزاتها السابقة ليوان المحاسبة يعلن أن عام 2016 شهد تحقيق أدنى إرادات للدولة الليبية ويصف السنة الماضية بأسوأ الفترات التي مرت بها البلاد عقيلة صالح يتهم المجلس الرئاسي بالاستقواء على السلطة التشريعية بالدول الداعمة له والأعضاء المقاطعون لمجلس نواب يطالبون رئاسة البرلمان بأحداث إصلاحات جذرية أعلن المجلس رعلا لأمازيغ ليبيا تشكيل هيئة تأسيسية تهدف إلى الززار عقد اجتماعي لمختلف المناطق الأمازيغية الواقعة في نطاق عضوية وإلى تنظيم مختلف القطاعات وقال عضو المجلس هشام حمادي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس استند في تأسيس الهيئة للمادة الثامنة من القانون الدولي الصادر عن الأمم المتحدة للشعوب الأصلية ووصف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان له الهيئة التأسيسية للصياغة مشروع الدستور بالجسم المنعدم والفاقد للشرعية وفق الإعلان الدستوري ووفق الأجال القانونية حسب البيان من جهاتها قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد أنه ليس من حق المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تأسيس أي هيئة خصوصا مع غياب السند القانوني وأضافت الصيد في تصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن مسودة الدستور لم تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية وأنه كان على المكونات الثقافية التواصل مع هيئة صياغة الدستور وتقديم ملاحظاتهم لإدراجها في المسودة مشيرة إلى أن الهيئة التأسيسية جسم منتخب لعداد الدستور ولا يفقد شرعيته إلا بإنهاء مهامه أو بخيار من الشعب الليبي وفق تعبيرها شرح حرك مصرة يد واحدة في مؤتمر صحفي الأسباب التي دفعت بعض هالي المدينة إلى الاعتصام ضد المجلس البلدي ومطالبة عضائه بالتنحي مشيرا إلى وجود مخالفات ارتكبها عضاء بلدي المدينة وتقصير في آداء مهامهم التي انتخبوا لأجلها حسب قولهم أرأى كثير من ثوار مدينة مصراتة وأهالي مدينة مصراتة الظلم الذي وقع على أبناء المدينة وعلى أهالي المدينة من تضييع حقوقهم الخدمية في المدينة ومع ذلك أعضاء المجلس البلدي قالوا بأنهم تحركوا سياسيا ولم نرى أي فوائد سياسية جلبوها للمدينة على الأكس تمام ناقش وزير الحكم المحل المفاوض بحكومة الوفاق الوطني الوطني بالداد دا جونسو مع عميد بلدية سرطة مختارة المعداني المعوقات التي تقف أمام يعادته الخدمات إلى المدينة وقال عميد بلدية سرطة مختارة المعداني إن لقاء تطرق أيضا إلى ملف الاتصالات الهاتفية المتوقفة بالمدينة منذ ما يقارب عامين ودعم الشركات الخدمية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية والمصارف التجارية المغفلة وجامعة سرطة والمؤسسات الحكومية وأكد المعداني دعم بلد سرطة لأي مبادرة تفضي إلى تحقيق الاستقرار بالتنصيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أكد وكيل وزارة المحصات في حكومة الوفاق الوطني هاشم بوشكوات استئناف الرحلات الجوية بمطار ميتيجا بعد تعطيلها من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت برج الملاحة وأوضح بوشكوات لقالات ليبيا لكل الأحرار أن مجموعة مسلحة اقتحمت صباح اليوم برج الملاحة مما أدى إلى توجيه رحلتين إلى مطار مصرات لافتا إلى أن هذه المجموعة كان لها بعض المطالب لم يفصح عنها ولا عن الجهات المعنية بها وثمنا دور أهالي وعيان سوق الجمعة في استئناف الرحلات أعلنت حكومة الأزمة أنه استنادا للقانون الخاص بالعطل الرسمية فإن يوم الاثنين الموافق للأول من مايو 2017 هو يوم عطلة لكونه يوافق لاحتفال بعيد العمال وأوضحت حكومة الأزمة في بيان لها أن يوم الأحدى الموافق للثلاثين من أبريل الجاري هو عطلة رسمية أيضا ذا طالما ارتبط اسم درنا بمدينة الجاسمين فرغم الحصار المفروض عليهم إلا أن الأهالي لم تثنهم قلة الإمكانيات ولن نقص في بعض المواد الأساسية عن إحياء موسم الزهر الذي يتواصل على امتداد شهرين مارس وإبريل من كل سنة درنا مدينة الزهر والحنة منذ القدم تغنى الشعراء والمطربون بجمالها وعبق الزهر الذي يفيض من بيوت ومزارع أهلها وأزقتها حسنة الجبل توارثت الأجيال فيها حرفة تقطير الزهر الذي يعلن كل ربيع عن وجوده فتقبل الأياد على قطفه وجمعه وتقطيره بوسائل محلية متواضعة الإمكانيات فعالة المنتوج هذه المدينة التي تزين جغرافيا ليبيا بالزهر والياسمين تطرح خلال ثلاثة أسابيع فقط مؤونة سنوية من ماء الزهر الذي يستخدم في صناعة الحلويات والأطعمة ناهيك عن جزء كبير منه اعتادت دراونة عذوبة طعمه مع الشاي رائحة الزهر التي تفوح من شجرة اللارنج هذه تغوص جذورها في تراب درنا ولكن عطرها الفواح لا يعترف بالمسافات حيث اعتاد أصحاب المزارع على توزيع أول محصول من الزهر على الجيران والأقارب داخل المدينة وخارجها لتثبت درنا مجددا أن حسنها الآسر لا يعتد بالحصار المفروض عليها إلى عنوين النشراء تواصل التنصيق بين قبلتين التبول الزمان في سبها لتنفيذ بنود اتفاق تهديئة الموقع بينهما ولجان من القبلتين تشف على انسحاب الأطراف المتنازعة إلى تمركزاتها السابقة دوان المحاسبة يعلن أن عام 2016 شهد تحقيق أدنى إرادات للدولة الليبية ويصف الصنة الماضية بأسوأ الفترات التي مرت بها البلاد عقيل الصالح يتهم المجلس الرئاسي بالاستقواء على السلطة التشعية بالدول الداعمة له والأعضاء المقاطعون لمجلس نواب يطالبون رئاسة البرلمان بأحداث إصلاحات جذرية للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا على حسن المتابعة فيما إلا اشتركوا في القناة